أن هذه المسيرات إلى عكا قد تكون رداً على الاستهداف الذي كان حصل يوم أمس في عبا جاء بيان حزب الله وأكد ذلك قال في بيان أصدره بأن هذا الهجوم بالمسيرات على ثكنة شراغة في شمال عكا يأتي رداً على الغار أو الاغتيال الذي حصل يوم أمس في بلدة عبا والتي كانت استهدفت دراجة نارية على متنها شخص من حزب الله قال الجيش الإسرائيلي بأنه قياد في قوات الرضوان ليأتي الآن بيان الحزب ليؤكد بأن هذه العملية أو إطلاق هذه المسيرات تأتي رداً على هذا الاغتيال كما أن هذا الموضوع أو هذا الرد كان متوقعاً كما أنه متوقع بأن يكون هناك رد آخر اليوم رداً على الغارة التي كانت حصلت اليوم صباحاً في بلدة ميفدون وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص من حزب الله لذلك أيضاً هناك ترقب اليوم لهذا الرد بعيداً أو غير الرد الذي ينتظره اللبنانيون حول مقتل فؤاد شكر الرد حزب الله على مقتل فؤاد شكر إذن هذه العمليات تأتي في إطار الردود على الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل هذين اليومين وليس لها علاقة بالرد المرتقب لحزب الله على مقتل فؤاد شكر كما أشرنا هذه الثالثة عملية اليوم يقوم بها حزب الله أو يعلن عنها وكانت سبقتها عملية صباحاً على مستعمرة أفي فيم وعملية أخرى استهدفت تجمعاً لجنود إسرائيليين في موقع بركة ريشة بصواريخ بركان مقابل هتين الغارتين التي تحدثنا عنهما الغارة التي استهدفت بلدة ميفدون في قضاء النبطي وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص من حزب الله وغارة أخرى على بلدة الخيام الحدودية وستترقب لما ستحمله طبعاً الساعات المقبلة من عمليات ردود إن كان رداً على غارة ميفدون أو إن كان الرد المرتقب من قبل حزب الله إن كان سيحصل اليوم أو في الأيام المقبلة مع أيضاً ترقب لكلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله اليوم عصراً وما ستحمله من معلومات أو تفاصيل أكثر حول هذه العمليات التي يقوم بها حزب الله على الجبهة الجنوبية ولكن يمكن القول بأن هذه العمليات الآن هي ليست الرد المرتقب التصعيد الذي نراه هذين اليومين طبعاً هي في إطار عمليات الردود المتبادلة إسرائيل تقوم باغتيالاتها وحزب الله يرد على هذه الاغتيالات هو المشهد نفسه الذي كنا نشهده في الآونة الأخيرة من المواجهة بين حزب الله وإسرائيل بطبيعة الحال سوف نقف على تفاصيل الخطاب الذي سوف يخرج به الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لكن إضافة لما نقلناه ناهد عن تبني حزب الله لعملية أو الهجوم المسير على نهارية هل يعني من بيان تحدثة تعمقة توسعة أكثر هل من إشارات أخرى في هذا البيان البيان فقط أشار بأن هذه العملية جاءت رداً على الاغتيال في عبا وأنها كانت استهدفت هذه الثكنة ثكنة شراغة في شمال عكا وأن فيها مقار قيادة فرقة جولاني وفرقة إيجوز الإسرائيليتين هذا ما جاء في هذا البيان فقط أنه تحدث عن النقطة المستهدفة وأنها أتت في إطار الرد على عمليات الاغتيال في عبا يوم أمس عادةً هكذا هي البيانات التي يصدرها حزب الله يقول ما هي الجهة التي تم استهدافها ما هو السلاح الذي تم استهدافه إن كان مسيرات أو صواريخ بمختلف الأنواع وأيضاً السبب في عملية الاستهداف هذه عادةً ما يكون إما رداً على عمليات معينة على غارات معينة أو اغتيالات معينة أو يكون في إطار جبهة الإسناد أي العمليات اليومية التي يقوم بها حزب الله على المواقع المنتشرة على الشريط الحدودي هذه هي عادةً التفاصيل التي يذكرها حزب الله في بياناته نهد بطبيعة الحال وأيضاً للجمهور العربي نجد أن حزب الله في رد فعله العسكري أو في أي هجوم يقوم به يأتي متناسباً مع أي هجوم إسرائيلي يعني الاستهدافات الإسرائيلية مثلاً كانت بعيدة عن الحدود اللبنانية أو القرى الحدودية وأيضاً كان الهجوم المسير في نهاريا نتحدث عن منطقة بين عكا وشمال لبنان بالفعل عادةً هذا ما نشهده في الآوين الأخيرة كل عملية اغتيال يقابلها رد وإن لم يكن بنفس ربما المستوى يعني حتى الاغتيالات أو الغراط التي كانت تنفذها إسرائيل وتقتل فيها مدنيين كان حزب الله يتجنب إصابة مدنيين بالعمليات التي يقوم بها حتى لا تكون حجة لإسرائيل لشن حرب واسعة ومن هنا يومها عندما حصلت ضربة مجدى الشمس كان تأكيد حزب الله بأن لا علاقة له بتلك العملية أو ذلك الصاروخ لأنه منذ بداية الحرب كان يتجنب إصابة مدنيين في شمال الإسرائيل لكي لا تستخدمها إسرائيل حجة وتشن حرباً واسعة على لبنان ولكنه طبعاً كان يوسع من مدار الاستهدافات العمليات التي تأتي في إطار الردود على اغتيالات كانت عادة تشمل مواقع استراتيجية حساسة مواقع جوية كقاعدة ميرون التي استهدفها أكثر لعدة مرات كان أيضاً كما حصل اليوم يعني يقوم بإصال أو بعمليات تصل إلى العمق الإسرائيلي أكثر ليس ضمن مساحة الخمسة كيلومترات المتعارف عليها بل عندما كانت تدخل إسرائيل أكثر إلى العمق الجنوبي كان الرد يكون أيضاً في العمق الاستراتيجي يعني هكذا باتت الصورة خلال كل الاستهدافات التي كانت أو كل العمليات التي كانت يقوم بها حزب الله بتوسيع دائرة استهدافاته لتصل إلى العمق الإسرائيلي أكثر وتصيب أكثر مواقع إسرائيلية حساسة ترجمة نانسي قنقر